لكن انت حضرتك لو سمعت كلام عقلك اللي قالك لا استنى شوية اضغط على نفسك الناس هتشوفك عامل كده ان المدير هيفكر مش عارف ايه هتلاقي نفسك دخلت فيه ان الالم بيزيد حملت على نفسك فوق طقطك كارح حياتك تعبان جدا وده يترجم عندنا في العيادة يا دكتور انا بتعب لماعه كتير يا دكتور انا بتعب لما امشي كتير يا دكتور انا بتعب لما اعمل كتير يا دكتور طب ما تعملش الكلام ده ما تعملش الكلام ده 3-4 عيادات الدكاترة مليانة من الكلام ده ما تعملش الكلام ده عشان ما تملاش عيادة الدكاترة وتدفع فلوس عالفاضي والمشكلة عندك انت ومفهوم الراحة اللي انا دايما نقوله كل واحد يقول لك يا دكتور الناس مرغمة مغرمة بالتعليمات وما بينفزوش حاجة يعني هون ما ينفزوش حاجة يقول لك يقول يا دكتور هعمل ايه بعد؟ لحقنا والتردد عشان فيما بعد احنا على طول فيما بعد في المستقر للوقاية تمام؟ انت بتفكر في ايه؟ التعليمات هو المفهوم بتاع الراحة جسمك بيقول لك اعمل ايه وعمله بس طب لمدة قد ايه؟ الى الابد اول ما تقوله راحة يعني حلام في السرير طب راحة مدة قد ايه؟ مدة الى الابد كلمة راحة للي بيتعبك لمدة الابد لانك اول ما ما تريحوش هيرجعلك الوجه فانسى الفكرة القديمة العتيقة بتاعة مريض الغضروف ما يعملش كذا ما يمشيش غير كذا ما يعملش كذا طب انت انت دلوقتي خنقته لما تخنقه تمام؟ زي زمان وتنام على خشب وتنام على راسك وتنام في البنيو لما تخنقه السؤال اللي بعد كده حيسئولولك لامتا؟ طبيعي جدا لامتا يا دكتور حفضل كده؟ لامتا؟ شهر طب بعد شهر اكسر الدنيا يوم يرجع له القلم تاني با احنا كده بنهرج لكن لما تعلم المريض وتقوله طول حياتك ريح الجزء اللي تعبك شوفه بيقولك ايه واسمع كلامه واوعى تسأل الدكتور ايه التعليمات وارتاح ازاي واشيل ايه واكل ايه ونام ازاي وامشيت ازاي ومرتبق زبية ومش عارف ايه ما فيش الكلام ده خالص اخرج برا القصة دي والتعليمات علشان حالتك لا تسوء التعليمات مدتها الى الابد اعمل ايه يا دكتور اسمع كلام جسمك اللي بيقولك اعمله ما تعملوش يعني ممكن انط بالبراشط اه انط بالبراشط ولو تعبت ما تنطش تاني ممكن اضرب نفسي بالسكينة يا دكتور اضرب نفسك بالسكينة ولو مد ما تعملوش تاني طب اكل ملوخية يا دكتور كل ملوخية وما تسألنيش بحاجة مريض الغضروف ما تسألنيش بحاجة العمود الفقري ما تسألنيش بحاجة جسمك معاك جسمك معاك ماشي وراك بيقولك ايه اعملت كذا وما تعملش كذا ما تخلنيش انا كتفك بتعليمات طب السباحة حلوة طب الماشي جميل طب العجلة الرياضية جميلة وهي سيد اللي نفسك تعمله اعمله سواء ركبة كتف ضهر اي حاجة في العظم اعملها ولو تعبتك ما تعملهاش تاني حلو كده لكن لما تسأل الدكتور ما نموم انا سهل قوي علي يقولك ما تشيلش حاجة تقيلة ونم على خشب لمدة شهرين واول ما تتكلم يا دكتور انا لسه تعبان كمل نوم على خشب شهرين لغاية لما تزهق وتمشي من عندي موظم دكتورة بيعتمدوا على كده ومش عايز يفهم المريض لانه بيزهق ليه لانه المريض بيتناقش ولك أسهلا ما بعملش حاجة اللي ما بفهم فهم قصدي لكن لو انتو ما حدش يزعل مني لو سمحتو ما تزعلوش مني لكن احنا في مجتمع كل واحد بيتفاشخر بالمعلومات اللي هو عارفها لو عنده معلومة سمعها على القهوة ولا معلومة جابها من عندي بيروح يناقش الدكتور فيها كأنه دكتور زيه فبيضيع وقته فإما الدكتور يتحرق دمه زي حالاتي كده لانه خايف على المريض اللي قدامه في مريض بيروح منه إما الدكتور هقول له ممتاز جميل في دكترة كده ما تتكلمش تبتسم كده ومايتكلمش والمريض يخرج ودكتور ممتاز ليه لأن المريض قال كل اللي عنده ارتاح تمام ما تشيلش حاجة تقيلة كده آه طبعا وهو كمان ينبق آه ما تشيلش حاجة تقيلة نعم على مرتبة طبية روح يشتري مرتبة كوكواوا اللي بيعلنوا عنها الحزام الملوناطيسي اللي هو مش عارف ايه يعمل لنفسك فيه ومم تقوم من قدامي بقى وهو مبتسم برضو كده أنا مش عايز كده أنا مش عايز كده أنا عايز فيدك فما تقعدش تتناقش في معلومة سخيفة بلاش اي قيمة ما تزعلوش مني ارجوكم ما تزعلوش مني